مستنين طبعاً المواجهة يوم السبت إن شاء الله بين الأهلي والوداد خليني أبتدي مع الجاز الفني ومع موسيماني ناس كتير جداً في الفترة الأخيرة لتجربة فيلر اللي نكحة على مستوى الأرقام والإنجازات راجل حقيقة حق دوري حق سوبر قدر يوصل لقبل نهاية أفريقيا لكن ما كانتش متطمنة قوي من مستوى الفرقة وإحنا رايحين لمواجهة الوداد في المغرب اتحولت المشاعر دي لحالة من الارتياح وحالة من التفاؤل مع تولي موسيماني المسئولية خصوصاً مع العروض اللي قدمها في ثلاث مباراة تعتبر من حيث القوة مباراة قوية مع المقاولين ومبي وبيرامدس هل بتتفق مع نفس الرؤية ولا لك وجهة نظر مختلفة؟ أكيد طبعاً لأن مستوى الفيرير طبعاً لما كان موجود قبل الكورونا كان شيء وكلنا متفقين على الموضوع ده وبعد الكورونا شيء تاني خالص أكيد طبعاً أكيد الرجل اللي احنا عارفينه واللي احنا سمعناه كله أن الرجل أكيد فيه ناس قعدت معه وفيه ناس كلمته لأن الشكل كلياً اتغير شكل الفرقة اتغير تماماً ما بين خططياً ما بين تكتكياً ما بين حتى كعناصر في الملعب بقنا نشوف حاجات غريبة كانت بتحصل وده يعني احنا مش عايزين برضو نتكلم عن الرجل فير الوحش لأن الرجل ده مسل النادي الأهلي وراجل كان موجود في النادي الأهلي وحقه بطولة وعمل شكل كبير لنادي الأهلي أنا مش بقارن بين المديرين الفنين بقدر ما أنا بقارن بين مستوى أداء النادي الأهلي في الفترة الأخيرة مع فيلر ومستوى أداء النادي الأهلي ده ما قياس ياخدنا ترمومتر كده نقرأ بيه أو نحاول نقرأ بيه هنلعب ازاي في مطش الوداد أنا بكلم بس على فيلر قبل الكورونا وبعد الكورونا لسه ما دخلتش في مستوى مسماني بالزبط فالرجل فعلا كان فيه تغيير كلي وتغيير يعني شامل في كل حاجة أن الرجل بعد قبل الكورونا كان ماشي بسيستم معين كان ماشي بطريقة معينة ماشي بيها اللي أربعة اثنين تلاتة واحد وكل واحد كان بيها في مكانه يعني أفشة كنا بنشوفه دايما في رقم عشرة الشحات كان موجود في مكانه كهرباء كان موجود في مكانه بعد الكورونا جينا لدينا فيه تغيير في عناصر وفي تشكيل وفي خطر في طريقة لعب في كل حاجة في كل حاجة فهو هو نفس الراجل يعني كنا عايزين نقرب بس ايه التغيير اللي حصل احنا عدتنا التغيير حسناك كجماهير يا كابتن هاني هو الروح الروح يعني كنا حسين ورغم على فكرة الفترة حاجة بتتكلم عليها دي قال أهلي بيكسب تقريبا كله مطشاط وحسبنا الدوري بفرق كبير جدا عن أقرب منافس لنا وقبل ما مطشاطنا تخلص بأعتقد بسبع مطشاط لكن أنا بكلم على الأداء اللعيبة أداء الفرقة بشكل عام رغم تحقيق الفوز والثلاث نقط في كل مطش لكن كنت بتحس إنه الأداء ما فيهوش طعم اللعيبة بتأدي مفيش روح وده اللي كان مقلق بالنسبة لنا وإحنا رايحين لقبل نهاية أفريقية أكيد طبعا أكيد وأنا طبعا عايز أحقي مجلس الدارة على الخطوة اللي خدها إن هي تغيير مستر فيرر مستر مسماني زماني قصير جدا مفيش مدر في العالم بييجي بيبان شكله أو بيبان شغله في خلال تلات مطشاط يعني الراجل بردو مش عايزين نحكم عليه بسرعة لأن الراجل داخل على مرحلة صعبة جدا الراجل جاي على فرقة بتلعب نصف نهاية بطولة أفراكية دي حاجة مش قلالة جدا واختيار الراجل المسلماني في التوقيت ده ده أحسن قرار مجلس الدارة أخده يعني أكيد مجلس الدارة كان ليه فكر أنه يجيب راجل زي ده وراجل بقاله 8 سنين في سانداونز وبياخد بطولات وراجل يعني عمل حلف في سانداونز والناس كلها بتعشاهه هناك يعني درجة أن الراجل ويبدو أنه هو بيعشع الأهل ده حياء فعلا ده حياء باين عليه باين عليه فعلا أنه كان فرحان جدا وباين عليه في تصريحاته كلها أنه هو الراجل ده يعني تحس أنه بقاله كتير معنا يعني ما بقالهش مثلا أسبوع أو عشر تيام ففعلا أن الراجل تحس أنه هو يعني راجل مصري يعني زي مستمروكي زي كده لما كان موجود ما كنتش تحس أنه هو راجل برتغالي لا من كتر ما هو تعامل مع اللعاب المصري وقدر أنه دخل في دماغ اللعاب المصري ففعلا تحس أنه هو خلاص واحد من المصريين مستمروكي عنده هي الحتة دي كويسة جدا طبعا مش عايز تكلف فنيات هن تكلف فنيات بعدين لكنه عنده الحتة دي كويسة قوي أنه حتى لو جيت بص سوز أحمد حتة صالح جمعة الراجل كان بعيد جدا بدأ يتكلم معاه وبدأ يقعد معاه وبدأ يقول له أنت لعيب مهم معاه في الفرقة وصالح من لوعية اللعيبة اللي هو فعلا محتاج التعامل نفسي أكتر من الفني أن أنت تقعد تتكلم معاه لازم تحسسه بأمته ولازم تحسسه أنت لعيب كويس بس لازم برضو صالح يعني يقعد مع نفسه برضو لأن الفرصة مش هجيلة كتير أنت عندك ميزة كبيرة جدا أن جمهور النادي الأهلي كله بيحبك وتقريبا جمهور مصر كله بيحبك لأنه عارف أن أنت لعيب كويس وعندك إمكانية كبيرة جدا والناس مستخصرة أن أنت ما بتلعبش يعني أنت بالك خمس سنين في النادي الأهلي تقريبا يعني مش عايز أقول محقاش حاجة لكن محقاش حاجة النفسه هو محقاش حاجة ما عملش اسم كبير في النادي الأهلي يقارن مثلا بالناس الكبيرة اللي كانت موجودة في الأسامل اللي كانت موجودة في النادي الأهل. لكن ميستر المسلماني بصراحة تتكلم على صالح اللي بعيد عن الملعب. لكن أريد أن أقول لك أنه جميع النادي الأهلي شافت اللعبة. يعني بعض اللاعبين اللي كان بالنسبة للجمهور يعني في علامات استفهام كتير في فترة أو تحس أنه هو مش في أفضل حالاته. شافت نفس اللعبة مع موسيماني في قمشة تانية خالص. حاجة تانية خالص. يعني أنت جيرالدو نزل. انت عرف أنه جيرالدو كان مستر فيلر مصمم عليه. وكان دايما سؤال بيسأله الجمهور. هو فيه. يعني ليه جيرالدو. يعني كل فرصة بياخدها ما بيقدمش جديد. ورغم كده الراجل نزل مع موسيماني. لأنه ماشا تانية خالص. حتى اتكلمت فيها أنا في مصير تحليلي. قلت يعني تغيير مدرب ده ممكن يبقى في صالح لعب. وممكن يجي. مروان برضو مع موسيماني. حاجة ثانية. محمد هاني بقال له ما شاء الله ثلاث ماتشات بتاع اللي لعبهم. يعني اول ماتشين اللي لعبهم من الاخرانين. حاجة ما شاء الله. يعني نقول جيه. مقال له كتير كان بعيد. وجيه هاني. دي انجي نفس الكلام. دي انجي طبعا. يعني آخر ماتش حاجة ما شاء الله عليه. فده اللي أنا بتتكلم فيه. ان الراجل قدر يتعامل نفسيا مع لعبة كواس جدا. ودي حاجة مهمة جدا لللعب المصري. اللعب المصري محتاج ان انت يتعامل معه نفسيا. يعني بشكل كبير جدا. فالرجل يعني انا شايف ان هو يعني لحد الان ماشي بخطة سابتة جدا. انا يعني انا قلت حتى في السوية التحليل عب كده. قلت الراجل اللي عنده فرصة ذهبية جدا. يعني ان هو لو خد البطولة دي هيبقى ليه شأن كبير جدا في افراكيا. ومش في افراكيا بس لقى في العالم كمان. لان الراجل يعني داخل على مرحلة. انت زي ما قلت. داخل على نص نهائي افراكيا. لسه عندك بطولة كاس. يعني لو خدت البطولتين دول في خلال الفترة الزمنية دي. فدي حاجة كبيرة جدا. والبطولة غايبة عن نادر اهلي. تقريبا اكتر من من خمس سنين. لو دخلت جوه عقل مسلماني دلوقتي يا كابتن هاني. ايه اكتر حاجة شغلة باله. يعني راجل بيفكر في ايه. يفكر انه يشتغل على الاوراء الربحة اللي معاه. ولا على انه يسد نقطة ضعف اللي ممكن تكون موجودة نتيجة الغيابات. ولا يشتغل على الطريقة والخطة. يعني ايه اكتر حاجة شغلة عقل وفكر مستر موسماني دلوقتي. بص حاجة كتير جدا. يعني الله الرجل الله يكون فعونه بصراحة. بيلعب فرقة قيلة جدا. فرقة لها تاريخ كبير جدا في دوري ابطال الفراكيا. فرقة محترمة وعلى ملعبها فرقة يعني مش سهلة. لا فرقة كبيرة. والرجل اكيد يعني 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 بيفكر كتير جدا في المباراة دي. اه. اول حاجة بيفكر فيها ازاي نطلع من البراء بدون خسائر. يعني مش بدون خسائر لا. يعني انت اقالي الخسائر. ان انت مسلا يعني اخرجت عادل. لو تعدلت دليل بحاجة كويسة جدا. اه. الحاجة الثانية ان انت في نفس الوقت عندك إصابات كتير جدا. وعندك غيابات كتير جدا. فازاي برضو دي برضو بتبقى اصدع في رأس المدري الفني. ان انت ازاي تحط للناس المناسبة في الاماكن اللي هي عنده عندك مشاكل فيها. فدي حاجة مهمة جدا. عندك الحاجة التالتة يعني أن أنت برضو بتلعب فرقة آه يعني كلنا عارفينها وكل حاجة لكن برضو الكورونا وعندهم برضو غيابات فأنت برضو التشكيل بتاعهم إزاي يعني أنت ممكن تكون يعني الناس عارفة تشكيل الناد الأهلي والناس بتتكلم عن الناد العالمي. أنت على التشكيل الأخراني اللي لعب ماتش بيرميدز رجع لك معلول ورجع لك جيرالدو ورجع لك أيمن أشرف ورجع لك الشناوي. تمام. وبتهالي الأربع يمثلوا. أكيد طبعا. أكيد. إضافة قوية جدا لفرقة النادي الأهلي. أكيد طبعا. أكيد وبرضو في غيابات هناك. برضو إحنا على فكرة الموضوع بيننا وبينهم متساوي خمسين خمسين. يعني في غيابات برضو عندهم هناك في خط الظهر كتير جدا. وعندهم كمارة أعتقد. كمارة ده من اللعيبة المميزة جدا. يعني الرجل بيعتمد عليه. ممكن يلعب ماتش العودة. يعني ممكن يلعب ماتش ماتش مصر. يعني أنا سامع أنه هو فيه النهاردة تصريح أنه هو بيقول أنه هو جاهز لكن الرجل المدير الفني. بس برضو الحالة فكرة. حاجات بطولة إفراكة دي بالذات. ما تاخدش بالتصريحات. ما تاخدش بالتصريحات إلا لبس لغاية بقاله عشر ماتشات. يعني صعب قوي أنه يبقى جاهز لماتش. بتهيألي يعني. أنت لو عندك لعيب مهم. ممكن. ممكن يلعب. ممكن. آه طبعا. ممكن. لعيب مهم زي ده. أعتقد وجوده في الملعب حتى مش فني. أنت برضو بتعتمد في أفريقيا. بتعتمد على الخبرات. نعم. الناس لازم تاخد بالها من حتة دي. أن أفريقيا جماعة غير الدولة. أفريقيا بتبقى. بيبقى أنت نفسك تبقى عندك لعيب خبرة. يبقى موجود بس في الملعب. آه. يعني أنا أعتقد أن أحمد فتحي وجوده في ماتش الوداد إن شاء الله اللي جاي. ووليد سليمان. الناس اللي هي القامة الكبيرة دي والناس الخبرة دي. لعبة أفريقيا كثير عندها. لازم. لازم الناس دي تبقى موجودة. لازم مش بتكلم في التشهيل. لا بتكلم إنها تبقى موجودة. يعني. طيب. تد روح. عايزك تكلمني أكتر عن مواطن قوة الوداد. وإزاي إحنا نلعب عليها أو إزاي مستر موسيماني يبني خطته وإيه هي مصادر الخطورة في فرقة الوداد. بس خلينا نروح لفصل ونرجع نكمل كلامنا معك كابتن هاي.